نعت مصر ضحايا حدث غرق مركبي هجرة غير شرعية قبلة السواحل اليونانية والذي كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا وعلى متنه المئات من المهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة من بينهم مصريون وأوضحت وزارة الخارجية أن سفارة مصر في أثناء تتابع مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين كما تتابع وضع الناجين مما تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم هذا وأضافت وزارة الخارجية أن مصر تؤكد مجددا إدانتها بأشد العبارات استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل